خمسة أعوام من الحرب مئات الآلاف من القتلى وأربعة ملايين من المواليد تلك مفارقة تحمل من الدلالة الكثير إنها أشبه بصراع من أجل البقى في جانب منها ومجازفة غير محسوبة النتائج في جانب آخر تلك الإحصائيات مردها منظمة الصحة العالمية والواقع أن هؤلاء المعدمين والمطحونين برحى الحرب ممن فقدوا الحاضرة لا يبالون بالمستقبل يحصلون على قوت يومهم ويأتون بجيل جديد ذاك فقط ما بقي أمامهم من أعمال في مثل هكذا وضع لا مجال للتفكير بخلافة الأرض وعمارتها واستمرار الناسل لأن الحياة لا تؤخذ بالمنطق بل بنوع من الانتقام من الوضع ومن الحرب من الموت ومن الجوع من الفقر ومن الحاضر ومن المستقبل ومن الوجود حتى إنها لا مبالاة وقد أصبحت حياة لكن ما ذنب جيل يولد في العراء بلا فرص وبلا أفق ماذا عن جيل أكثر من نصفه مصابون بسوء التغذية غير قادرين على مجارات أبناء عصرهم ماذا عن جيل بلا تعليم ولا مهارات كيف سيواجهون تعقيدات الحياة وضرورات العصر إنها المأساة وهي تمتد من الحاضر إلى المستقبل إنها الخيبات وهي تتناسل في أرض سيقت إلى الحرب وحوصر سكانها بالجوع وبالمرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر